أنت صرت مننا وفينا بل تزوجت سعودية صح وملا؟ الله يسعى تقهين عنا وعندك عيال عندي عيال من هذا عد إن شاء الله تبارك الله وش قصة تزوجت يعني قصة وضحها وش اللي قصة كنت هنا حتى تحديدا في شمال الرياض وأتكلم مع أخوي جنوبي حسين مشابب اللحمري ونعم فالله ينعم عليك فقلت له أظاهر أن الله كتب لي أكون أعزب وبربي عيالي وخلاص قال لا والله الرجال ما يجسس أعزب إلا هو والله لأتزوجك جنوبية وهذا كان لوقت أنا قلت مستحيل وهذا وبالصدفة خلال شهر صار كل شيء مرتب والحمد لله وتزوجنا ولله الحمد أنت تقدمت إلى قبيلة عريقة مرموقة معروفة عندنا في أمريكا العربية السعودية أيها لهم أعرافهم لهم تقاليدهم لهم مشتراطاتهم بالضبط ما وجهت صعوبة على الموضوع؟ ما تريد أن أقدر أقول على الهوى بس زوجتي رفضتني من أول ما سافت لصورتي من أول ما شابت الصورة؟ أول ما سافت وقالت لا والله ما تزوجها فأمها وأختها قالوا لها قابلي اتكلمي وياه وشوفي يمكن يوزلت يعني فالمهم حق النظر الشرعية رحت طبعا نستخدم هنا تكلمنا تكلمنا وتكلمنا والحمد الله على طول اقتنعوا الله يهنيكم ويبارك لكم وزيجة مباركة حدثني عن العلاقة بينك وبين أنسباك بالذات تتحدث عن المنطقة الجنوبية لا تروح الجنوب كثير كثير سنويا مرتين مرتين تروح على أجواء الجميلة والطراء يا السلام على أجواء والناس الطيبة أنا والله كلما أرجع لدبي أشتاق للسعودية مهما كان في ناس قالوا هاي لأنا زوجتك أخذت راسك قلت لا أكيد نرسل وقت بس السعودية في شيء يعني يجذبني للسعودية وطبعا من العادات اللي أحبها مثلا الجمعة العزايم الواجب حق الواجب يوم يذبحون الذبيحة والناس يجلسون حول الذبيحة عادات كثيرة جميلة جدا وشي جوز لك يعجبك من الأكل هناك الحنيف طبعا ما يبغي الكلام الحنيف وعامتي تخبز وزوجتي تخبز في الميفة يعني الخبز الطري الطازج ما شاء الله العريكة العريكة على طول عندنا والمشادي دائما هاي والمبثوث هذا الموضوع من ناحية أسرتك أسرتك الصينية عائلتك الوالد الله يحفظها الوالد توفى صحيح الله يا أبو ماجد الله يغفر الله ويرحمه إخوانك ماذا تأثير هالعادات العربية العادات الإبدوية العادات التي تحمل مثل هالطابع تأثيرها عليكم الحمد لله حتى زوجتي يوم جبتها للإمارات وقابلة أهالي يعني حست أنها منهم وفيهم يعني أنا الصيني حسيت أني منهم وفيهم مع السعوديين وهي حسيت أنها صينية فصار يعني تقبل كبير ما في أي ممانعة ما حد زعل عليك ليش طلعت من الصين وتزوجت غير صينية أبدا 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 بس كعادة اجتماعية وأعراف وتقاليد عندكم عادي أن الصيني يتزوج من خارج من الطاقة؟ الحين صار عادي قابل لا مثل هني القبيلة لازم واحد يتزوج من نفس القبيلة كان موجود في الصين يعني مثلا خلنا نقول لازم يتزوجون من الطبقة نفسها ما يشتوي واحد يتزوج من طبقات غير أو من عائلة ثانية